اشتركوا في القناة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاك عنه وعن أهل بيته وأنت إذا ضحيت بالشاك عنك وعن أهل بيتك ونويت أن من أهل بيتك أقاربك الذين ماتوا فلا بأس يدخلنا في العموم وأما تخصيص الميت بأضحية تفرع من عندك فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يضح النبي عليه الصلاة والسلام عن زوجته خديجة مع أنه من أحب النساء إليه ولم يضحي عن عمه الحمزة مع أنه من أحب الناس إليه ولم يضحي عن من مات من أقاربه وعن من مات من بناته فدل ذلك على أن هذا ليس بمشروع ولكن لو أن ما إنسان فعله فإننا لا نعيبه بل نرشده إلى ما هو أفضل وهو الدعاء للميت لا شكرا